تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب استقبال طلاب الجامعة المصرية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتدريبهم في إطار برنامج فاليو يهدو التدريب لتنمية المهارات الشخصية للطلبة وإكسابهم المعارف الأساسية المرتبطة بالموضوعات الحياتية والمهنية المهمة لليوم الثالث على التوالي تتواصل فعليات تدريب برنامج فاليو لعناصر الدفعة الثالثة عشر من طلاب الجامعات بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمبادرة الرئاسية حياة كريمة فاليو يولي تدريب وتأهيل طلبة الجامعات فأشوف طبعا هي مرحلة مهمة جدا سواء لإخواتنا الطلاب في المرحلة الجامعية أو حديث التخرج فكرة ما فيه وعي عام عن متطلبات سوء العمل بعض المهارات الشخصية اللي بأشوفها مهمة جدا لأنه في حياة الأمر أن القيمة الشخصية أو قيمتنا حتى كأفراد حتى أنا وحضرتك بتقوز دايما بجانب الاتنين في شخصياتنا جانب اللي علاقة بالفنيات زي أنه هو بقى بيتخرج من كل التجارة وكل تلطب فدكتور مميز يكون إن شاء الله محاسب جيد لكنه كمان المهارات الحياتية والشخصية اللي بقى تكون أهم يعني دافع ليه هو في حياته والشخصية أو الأسس يعني أو الأصل اللي هو بيمتلكه عشان يدر أنه يطور الجانب الفاني اللي هو بيمتلكه يستمر التدريب على مدار خمسة أيام بهدف تدريب الطلاب من مختلف الجامعات على المهارات الحياتية وزيارات الميدانية بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في القطاعات والمجالات المختلفة برنامج كويس جدا خصوصا أنه مرتبط بحياة كريمة وإحنا متطوعين في حياة كريمة كمان هنعمل زيارات ميدانية لقرة حياة كريمة مجتمع المدني والمتاحف حوار إضافة الأزامات اللي احنا درسناه هنا فأنا بقى عندي تلقائية أن أفكر إزاي الأزمة دي عالجها إزاي أكتشف مهاراتي اللي أنا مش عارفها عن طريق الحاجات اللي خدناها في الصوفت سكيلز في السايبر سيكورتي إزاي أقام من نفسي كمان بالنسبة اللي بيحصل دلوقت في التحول الرقمي في مصر عموما أو في العالم كله خدنا صوفت سكيلز عن إزاي أعرف أحدد أهدافي والرؤية بتاعتي إن قط قوة الضعف بتاعتي أستخدمها إزاي أشتغل عليها إزاي دي حاجة مهمة جدا مثلا كطالب قرب تتخرج وحتى كالخارجين اللي معانا إن أنا دلوقتي لما أتخرج هبتدي حدد أهدافي أعرف إزاي إن أنا أشتغل عليها عشان أقتنس فرص أكتر وتكون أحسن بالنسبة لي ودي حاجة مكتش موجودة زمان ودلوقتي بيت متوفر لنا وحياة كريمة قدرت توفر لنا الكلام ده ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا دربنا على إزاي إن أنا أصلا أكون شخص قيادي إن أنا إزاي اكتسب أصلا لغة الكيادة اللي إحنا الكلامنا فيه هي يعني عاوز أقول إن هي أصلا معلومات مسمرة جدا وقيمة جدا كبرنامج هو بيقدم حاجات للشباب كل شاب بي فينا أصلا محتاج إن هو ياخد معلومات زي كده في حياته يعني أنا نفسي استفدت جدا على المستوى العلمي والمستوى الشخصي كشخص بينزل على أرض الواقع وبتعامل مثلا مع أسر في حياة كريمة وهكذا برنامج فاليو هو برنامج أطلقته مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والذي يستهدف جميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأكاديميات بهدف التوعية بما هي قيم التطوع والتعريف بمؤسسة حياة كريمة ودورها التنموية أحمد الحسيني التلفزيون المصري